السلام عليكم وتابعيني الكرام اليوم جاء لي بوكس من شركة مفكرة سنفتح البوكس مع بعض البوكس ده غالبا اجمل هداية تجدها لحد في شهر رمضان الكريم فيلا بينا نشوف البوكس ده في ايه طيب يلا بينا نفتح البوكس ده مع بعض البوكس زي ما انت شايفين جاي من شركة مفكرة هي شركة بتعمل حاجات زي نوت بوك وكده فنفتح البوكس كده مع بعض طبعا متغلب تغليف كويس جدا حاول نفتحه مبتدين نفك كده كده عم فك واحدة واحدة عشان المنتجات دي لازم نتفك بسرعة فالتغليف قويس جدا شكرا مفكرة على التغليف الحالي وده درمي الكيس اللي مالوش لازمة ده بقى مبتدين نشوف اللي هنا نشكل في حاجات كتير اوه بسم الله الرحمن الرحيم اوه عم تحس انه هداية كده جوه هداية يعني بص في حاجات كده غريفة بص كده بص البتامي تغلف ازاي اساسا شكله طحفة يعني بصراحة مهتمين قوي بالتغليف وكده طب هلا بيا نشوف البتاعدة فيه ابن جوه بقى شكله في حاجات حلوه جدا بتنفتح اللي كده ورقة التغليف اللي عليه كده طبعا نفتحه بالراحة على قد ما نادل طيب كل ده ملوش لازمة المهم عندنا هو الفانوس اللي شكله تحفة ده بص كده شباب هلقيك رمضان وبتاع طيب نفتح كده البتاع ده نشوفه بسم الله الرحمن الرحيم نفتح من فوق غالبا ايوا دي بتطلع لفوق كده ايوا نفس الكلام اوه ده في حاجات جوه كتير يا شباب يعني البوكس مليان حاجات من جوه بصراحة شكله كده نفتحه كده بالراحة خالص اول حاجة طلعت من البوكس البتاع دي طيب احنا نفتح البوكس ده واحدة واحدة كده البتاع دي غالبا علاقة الرمضان حاجة زي كده او علاقة تعلق على باب الشقة فنفتحها كده شكلها تحفة يا شباب نشوف ايه اللي بعده طبعا معها هلال وحاجات كده بتتعلق على باب الشقة ونجوم وحاجات كده شكلها لصيف جدا بتتبع عليها مفكرة نفتح كده بسم الله الرحمن الرحيم اوه قروط كده وهدايا كده شكلها تحفة وهلال ونجوم وحاجات كده شكلها لطيف خالص بصي كده الله يعني بص يا شباب نجوم كده وهلال رسومات هلال رمضان ونجوم وحاجات كده شكلها لطيف خالص هنا طبعا اشكال فانيس رمضان وكده يا بسم الله وهنا جوابات عشان لو انت بحط فيها حاجة الرمضان بتاع زي زوئك كده يعني انت بتركب الزوئك ده ببعض بالسلك ده طبعا مش فضيل له دلوقتي ده بقى اللي هم كانوا بيسا واقوله اساسا الكتاب ده ده كتاب كتاب بسم الله الرحمن الرحيم اوه طيب ده كتاب يا شباب بيتكلم عن رحلة رمضان كلها طبعا في جوا الكتاب نشوف اللي جوا الكتاب دي حاجة بتحطها جوا المصحف كده تمام عشان تحفظ اماكن القرآن اللي انت قررته ووقفت لحد فين دي حاجة ممكن تهني بها صديقك او حاجة تكتب له كل عام وانت بخير ده طبعا اه ده برضو اه الله مصالع النبي ده جواب اهداء ممكن تدي الحد برضو وهو مكتوب عليه فندق رحلة رمضان معسكر مغلق دي بقى اللي بتتحط على الباب عشان لو انت بتصلي او حاجة بتاع مكتوب عليها معسكر مغلق لمدة 30 يوم طيب والله حاجات زريفة جدا عندنا اللي بعد كده بقى ايه ده استيكر اه رمضان زي ما انت شايفين كده شكله حلو وزريف برضو ممكن تعلمه في ايه حتة ده اه كتاب رمضان طبعا ده كتاب رحلة بقى ده اه اللهم صالع النبي لو انت طفل او ابن او شخص كبير ممكن تستخدمه طبعا ما بيش ايه مشكلة طيب هنا بيشروح لك بقى خريطة الفندق بيقول لك الجيم والمطعم وغرفة النوم انت عندك كزا حاجة في رمضان الكتاب ده بينظم لك حياتك في رمضان بيقول لك انت عندك ممكن تروح الجيم وتاكل في مطعم والغرفة وغرفة ختم القرآن ومجهز لك كل حاجة في الكتاب ده بصراحة تصميمه عقري تمام كده هنا شوية ادعية برضو مكتوبة لو انت بتحب الادعية والاسكار هنا خط مسار الرحلة برضو هنا بقى ايه اهداف الرحلة بيقول لك اهداف الرحلة ايه بقى طبعا هنا انت صليت قد ايه بقى مطبعة التلخيص وغرفة الجيم بيديك تمارين تعملها يعني حاجات لطيفة جدا كتاب لطيف جدا والله يا شباب انصح اي حد ان يجيب الحاجة دي من شكل مفاكرة في شهر رمضان الحقيقة اتفيله كتير ايه ده زوء رمضان برضو يا شباب على هيئة مروحة او حاجة انت بتلزهها في الحيطة كده بس لطيف جدا والله يشكله زريف فراشة ممكن تلزهها في الحيطة عندك طبعا كزا فراشة مش فراشة واحد دول كزا فراشة مع بعض ايه بعد كده عندنا ايه بقى ايه ده نشوف دي ايه بقى ايه ده بسم الله الرحمن الرحيم اوه دي مصلية يا شباب مصلية مصلية طبعا شكلها زريف جدا مكتوب عليها مفاكرة ومكتوب عليها كل عام وانتوا بخير ورمضان كريم شكلها لطيف جدا يا شباب دول حاجات بتعلق عليهم او بتحط عليها في انجل بتاع الشاي بتاعك على المكتب عشان ما يسيبش اسار ولا حاجة طبعا حاجة حلوة برضو عندنا بقى حاجتين فضلية عندنا حاجتين مش عارف بهمة اوه سبحة سبحة لنسبق سبحة جميلة طبعا شكلها زريف بس بقى في ايه تاني هنا عندنا ايه تاني عندنا ده ده مفروض ان هو لد بيتعلق في الفانوس من تحت كده لمكان هنا عشان الفانوس ينور من جوه ويدي نور كده شكله حلو من جوه زي ما انتم شايفين ده لازمة اللد بمعارفة لحد كده يكون الصندوق خلص بتاع النهاردة اتمنى لو اعجبك الفيديو وانتظر اشترك لايك وتعمل سبسكرايب سيبلك لينك الشرع بتاع الصندوق ده تحت الفيديو واشوفكم في فيديو جديد لحد كده